بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم دروس في الحج الدرس الأول فضل الحج بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فضل الحج عظيم وثوابه جزيل وهو من الجهاد في سبيل الله عز وجل لما يلاقيه الحاج من المشقة والسفر والتنقلات فهو من الجهاد في سبيل الله كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم والله جل وعلا شرع الحج لعباده وجعله ركنا من أركان الإسلام الخمسة حج لبيت الله الحرام ركن من أركان الإسلام الخمسة وهو مرة واحدة في العمر على المستطيع وما زاد عن المرة الواحدة فهو نافلة من أفضل النوافل والقربات والطاعات فالحج فضله عظيم إلى بيت الله الحرام يكفر الله به الذنوب ويغفر به الخطايا ويعظم به الأجور والحج كما هو معلوم هو الركن الخامس من أركان الإسلام قوله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا ومن رحمة الله أنه لم يوجب الحج إلا على المستطيع المستطيع بدنيا يعني يباشر الحج بنفسه أو المستطيع ماليا إذا لم يستطع بنفسه لكنه مستطيع بماله فإنه ينيب من يحج عنه جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبي أدركته فريضة الله في الحج وهو لا يستطيع الركوب على الراحلة أفا حج عنه قال نعم حج عن أبيك فالحج تدخله النيابة لأنه عمل مكون من بدني ومن مالي فتدخله النيابة كما في هذا الحديث الحديث فمن استطاع بدنيا وماليا فإنه يباشر الحج بنفسه ومن استطاع الحج ماليا ولم يستطعه بدنيا فإنه ينيب من يحج عنه حجة الإسلام مرة واحدة في العمر وما زاد فهو تطوع وهو من أفضل أنواع التطوع والحج من الجهاد لما يلاقيه الحاج من التنقلات والسفر والمشقة والتعرض للحر والبرد وقد يكون الطريق غير آمن فيا الحاج لا شك أنه يجاهد في سبيل الله فإذا صبر واحتسب كتب الله له أجر المجاهد واليوم ولله الحمد تيسرت السبل إلى الحج وانبسط الأمن على بلاد الحرمين الشريفين فالحج ميسر وسهل في هذا الوقت فينبغي للمسلم الذي لم يؤدي فريضة الحج أن يبادر الله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد